أهلا نسلام بحضراتكم مرة أخرى كابتن أسامة أخيرا كلمات أخيرة حاركت أقولها والتشكيل من وجهة نصر هو بس سريعا قبل التشكيل منتخب السنغال يمكن عادل الكلمة على كلبالي وعلى ساديو مانيو في لعبة تانية موجودة يمكن أشد أنا شايف من كلبالي لا ساديو مانيو من رقم واحد طبعا يعني عبدو ديالو ده لوستر دباك اللي جام بكلبالي ده صانع اللعبة بتاعه من الخلف ما بيبصيش كرة غلط لعب كويس أول بيمين ناحية الشمال وسيس اللي هو الباك الشمال يعني ممتاز ده ممتاز بو نصار برضو ناحية اليمين إسماعيل أصار ناحية اليمين فهم عندهم مجموعة لعبة في كل مراكز اللعب ما تقدرش تقول أو ساديو مانيو طبعا نجموهم الأول ما فيش شك لكن كل الفريق في مراكز قوة وبرضو أنت عندك نفس الشيء لعبة ممتازين في مراكز كتيرة ولكن هي الفكرة أنك أنت مركز قوي في الناحية الهجومية على محمد صلاح وهم في المقابل بيركزوا دفاعتهم أن صلاح ما يتحرك صلاح ما يحاول يعني مركزين أن واحد دفاعية بتاعتهم من عند سيس وعبده ديالو أن صلاح ما يفلتش يعني فعشان كده مستر كروش لازم يبقى فيه تنويع في الجنب التاني لازم يبقى فيه تنويع في الجنب التاني عشان كده أنا بمتوقع أن ممكن جدا التشكيل هو هيبقى هو بس قولنا التشكيل لك يعني طبعا الشنوي عمر كمال عبد المنعم الوينش عمر الفتوح أنا بقول أنه هيقعد ممكن حمدي فتحي ويلعب عمر السلاوي النني وتريزي جيه ممكن يعمل كده أنا بكلم على كروش وهيلعب صلاح ومصطفى محمد ومرموش ممكن يعمل حاجة تانية أن يلعب حمدي فتحي ويشيل مرموش ويلعب تريزي جيه ناحية الشمال يعني اللعبة في حمدي ولا تريزي جيه حمدي أو تريزي جيه أو مرموش وتريزي جيه بس هو واضح أنه بيفضل قوي مرموش يعني هو واضح أنه بيفضل فأتمنى أن الجنب بتاعنا الشمال يبقى شغال كويس في النواحة الهجومية وهيبقاش الاعتماد كله على محمد صلاح عشان بيقفلوا عليه عدد كبير بالعكس دي هيا فرصة للجنب اللي حاجت تكلم فيه أيوة مظهور إن محمد صلاح هواخد العين يبقى الجنب النحط تاني كابتن عادل يعني سريعا كده أنا مرافق كابتن أسامة كلامه كله وحاجة مهمة السؤال كمان اللي بلال كنقاده قبل كده اللي هو فرق ما بين ماني وصلاح وبلال جاوب عليه بس زيد حتة صغيرة إن ماني بيساعده أكتر من لعب متميز يعني طريقة لعب السنغال لي ماني أفضل من طريقة مصر لي صلاح لأنه أنت بتعتمد على صلاح إنه هو يسنع لنفسه ويلعب لكن ماني بيتصنع له دي حاجة مهمة ولكن مباراة أفتكر إن أنا أتمنى أول حاجة لأن لسه شروط الاتحاد الأفريقي ما بقاش زي أبطال أوروبا اللي هو الهدف بهدف فيل أما حاجة التأمين الجامد إنك إنت ما يدخلش في الجون ودي حاجة مهمة جدا حاجة تانية المهمة إنك تلعب بحطة الضغط في أوقات وفي أوقات تانية لا وضغط يبقى مشروط ما وفيه ضغط دلوقتي مش لازم كل الفرقة ضغط عشان تتكشف ورق فيه ضغط بيبقى ضغط عالي بمجموعة والمجموعة التانية تأمينية وفيه ضغط متوسط لمجموعة تانية تأمينية وفيه ضغط عالي بالمجموعتين والمجموعة التالتة بتأمن ده طريقة لعب جديد في موضوع الضغط وموضوع الشغل وفي الآخر يعني أنا شايف أنه التشكيل كويس هيلعبه هيلعبه زي 4-3-3-3 ملمسه فاربعة خمسة واحد اللي هو الاتنين اللي عطار فهينزلوا زي جناحين نص ملعب تحت يعني الأسماء الخط الدفاع اللي هو واضح عبد الفتوح وعمر كمال واثنين السردبك وانشيء ومحمد عب منا وممار باثنين جازين الثلاثة اللي فس الملعب أفتكر أنه هيستجمع عن واحد زي مكتن قسامة قال على حمد فتح السورية يعني مع النيني هيلعب النيني وواحد فيهم الاتنين ولكن السورية هو أنا قلت ليه السورية والنيني مش عشان هو واضح أنه لما بيلعب باثنين بيفضل أن السورية والنيني ويقعد حد هو كاكيروش وانا بقول وانا بقول أن الالتالت بتاعهم هيلعب بمرموش وتريزيجي ايوة أنا بقول كده هيلعب بيهم هيلعب واحد كانش جاهز أو يعني هيأخر مصطفى محمد شوية يعني في ناس بيقولوا مصطفى محمد لازم يلعب من الأول وكده لأ أنا أعتقد أنه اللي يلعب بيرس حربة محمد صلاح عشان حتة الاتنين اللي بينزلوا نص الملعب بمحمد صلاح فريق ما متعبهوش في الحتة الدفاعية يبقى أنا بقول لو وجهة نظر أنا يلعب بمرموش ويلعب بصلاح وتريزيجي التلاتة قدام تريزيجي من أفضل اللعبة اللي بيلعب حتة الراس حربة ومحمد صلاح يبدل مع محمد صلاح حتة اليمين والشمال وأنا أتمنى أنه يعملوها لأنه أصلا تريزيجي بيلعب راس حربة كويس ومحمد صلاح بيلعب راس حربة ويلعب طرف يمين ما يبقاش في مركزية في الحتة الأمامية اللي ثابت بس مرموش أما الاتنين مش يبقوا سابتين في الحالة اللي زيدي في الحالة الدفاعية الزيجي دافع وفي الحالة الهجومية يطلع مع صلاح ومع مرموش ويطلع من تحت من نص الملعب واحد ثالث ويأمن بحمد فتح ساعته بلاد بصنا يعني أتفق مع الكبات في بعض الحاجات وأختلف بس في التشكيل لأن أنت أخذ بالك أنت كل مدير فني هو عارف طبيعية لعبته رقم واحد يعني ومدى قدرتها وإمكانياتها وعرف طبعا الفريق الخصم اللي بلعبوا دائما كيف يعمل إزاي ودي حاجة مهمة جدا وانت بتبني دايما مش بس عليك انت بتبني على الخصم رقم واحد يعني أنا بشوف يعني بتوفيه طبعا منتخب مصر يعني مطلوب الأول اللعبة دي وبعندها صحة كبيرة جدا جدا في نفسها الماتش ده بنسميها متشتل الروح القتلية العالية لكن بنسبة للتشكيل يعني الخط اعتقد الشناوي والرباعي الدفاعي تمام ما فيهوش أي اختلافات أنا من وجهة نظر يعني ممكن يلعب كيروش بتلاتة فلات يلعب بفتح والسلية ويلعب بالنني ويلعب بتريزيجين احت الشمال وصلاح ويلعب بمصطفى لأنه هو من المدرسة اللي عايزة دايما الفرود يبقى محطة بالنسبة له يعني دي مدرسة كيروش بدليل نوع واخد مراورن ومصطفى واخد مراورن لاتنين يعني مخدش محمد شريف ولو عايز يلعب بشادو سترايكر أو لعيب عنده سرعات عشان يشتغل في الحتة الحاجات الطولية والقطرية والحاجات اللي زي كده كممكن ياخد شريف تمام أو على الأقل يبقى بديل بس من الحاجات اللي نختلف معاه فيها أنا من وجهة نظر الشريف كان لازم يروح طبعا لا خلاص كلمنا نتكلم على فكرو ففكره دي الطريقة وده أسلوبه يعني عايز عايز أمام يا كابتن دي علشان نحي الدفاعية يعني يعني دي لا يا كابتن مش مش لنحي الدفاعية عشان الكرات الطويق كابتن كابتن مش الفرقة مش الفرقة اللي بتالها باستحواز عشان يبقى عندك رأس حربة متحرك انت عايز كرة طويلة عالية لأن انت كل واحد يبقى محطة بالنسبة لي هو عايز كده كان دايما بيلعب مع ناس طبعا فرق في تشبيه الفرقة حتى لكن كان بيعمل كيف يكسب إزاي بيلعب كرة طويلة البسيوني وإحمد عبدالغاني ينزلها لأحمد عيد أو لعب سلاب نجاح يروح يجيب جور بالزبط هي كده فدي طريقة ودي طريقة لعب كروش برضو لأصل انجليز زمان عموما يلعب من يلعب وإحنا هنفضل دايما في ظهر منتخبنا الوطني في أي حد 11 أي 11 يلعبه طبعا ده كلام خبراء فنيين في كرة القدم كل أحد يقول رأيه وكلنا هنشوف اللي هيحصل يوم الجمعة القادم